وديعا لا عم تعتبره انه من التقاليات علما انه هو متل ما عم نسمع عم نشوف عم بيحارب الفساد اكي يا استاذ هلا شو بده بهم روجته والحكي والاعلام وكله هيدا كله ما قاله طعم محارب ما كان هو اصلا مستشار وزير محاربة الفساد تيترو كان وديعا مستشار وزير محاربة الفساد نقوله التويني ولا ملف كان عايام رياض سلامة ما جيب ولا ملف بلك بالاول ما كان عنده بس بالاخر صار عنده ملفات ويروح على اوروبا بالاول كان عنده ملفات بس ما كان هو شريك بالملفات بالفساد هو شريك مع التيار الوطن الحر بملفات رياض سلامة شركاء على فترة 15 سنة يعني بتعتبر وديعا الفاسد اكيد فاسد اي حدا شارك باي منصب بالسلطة السياسية مع السلطة مع المنظومة وكان له دور وما طلع صوته وما طلع بوجه المنظومة هو فاسد هل بتعتبر كمان هون التيار الوطن الحر فاسد طيار الوطن الحر جدد لرياض سلامة دورة كاملة بالوقت اللي كانت كان رياض سلامة متهم بكل هالملفات وكانوا بالسلطة وشارك بالوزارات الفاسد كلها من الطاقة للاتصالات نمشي فيهم بالدور هاكت طباوية التيار الوطن الحر هادي بيعملوا مع جمهورهم يلي حاطت راسه بالارض وماشي هايدا الجمهور بده يجي وقت يقعب يقع شوى شوى واحد ورا واحد عم يقعب نحن علينا نقلهم واسرع نحن عارفين عمق الفساد وقداش مغطسين بالفساد نحن عارفين ولكن على الجمهور طباوية الوطن الحر يعرف عمق الفساد طباوية الوطن الحر ترجمة نانسي قنقر